حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحريث عن خلادي بن السائب بن خلادي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال مر أصحابك فليرفع أصواتهم بالإهلال وقال سفيان مرة أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال قال الس بن عياض الليثي أبو ضمرة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صع ساعة عن عطائي بن يسار عن السائب بن خلادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعيا لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حمطب عن خلادي بن السائب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع زرعا فأكل منه الطيل أو العافية كان له به صدقة قال حدثنا عفان قال حدثنا حمد يعني ابن سلمة عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم عن عطائي بن يسار عن السائب بن خلادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعيا لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثني يزيد بن عبد الله يعني ابن الهادي عن أبي بكري بن المنكدري عن عطائي بن يسار عن السائب بن خلادي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمري بن الحريثي عن بكري بن سوادة الجذامي عن صالح بن خيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبسقا في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حين فرغ لا يصل لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال أذيت لها عز وجل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم عن عطائي بن يسار عن السائب بن خلاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخاف المدينة أخافه الله عز وجل سوى عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا أبن لهيعة عن حبنا بن واصع عن خلادي بن السائب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل باطن كفيه إلى وجهه قال حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبن لهيعة عن حبنا بن واصع عن خلادي بن السائب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه قال حدثنا سليمان بن داود الهاشيمي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني يزيد عن عبد الرحمن بن أبي صع سعة الأنصاري أن عطاء بن يسار أخبره أن السائب بن خلادي أخابني الحارث بن الخزرج أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخاف أهل المدينة ظالما أخافه الله وكانت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينا لا يقبلوا منه عدل ولا صرف قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطالب بن عبد الله بن حنطب عن السائب بن خلادي أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال كن عجاجا ثجاجا والعج التلبية والثج نحر البدن قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك وحدثنا لوح قال حدثنا مالك يعني ابن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزمين عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين عن خلادي بن سائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقالا أن آمر أصحابي أو موم معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج قال كتب إلي عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزمين يقول حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث أنه حدثه خلاد بن السائب بن سويد الأنصاري عن أبيه السائب بن خلاد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل عليه السلام فقالا إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال وقال روح بالتلبية أو بالإهلال قال ولا أدري أينا وهل أنا وعبد الله أو خلاد في الإهلال أو التلبية حثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث عن خلادي بن السائب بن خلاد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مقال أتاني جبريل عليه السلام وقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالإهلال مقال أبيů مقال أبي بكرم الأطبع